جاءني سؤال ما الذي أحيته القضية الفلسطينية من جديد؟ حقيقة بودة أعدل هذا السؤال فأقول ما الذي أحياه طوفان الأقصى في القضية الفلسطينية وفي العالم؟ طوفان الأقصى غير القضية الفلسطينية تغييراً جدرياً قضية الفلسطينية حية دائماً سنتأمل في آثار هذا الطوفان وأثار على القضية الفلسطينية من جديد ما حدث في طوفان الأقصى لم يغير فقط القضية الفلسطينية والتعامل معها وإنما غير العالم غير كل العالم خلونا نتأمل ونشوف أولاً حجم التضامن العالمي مع قضية فلسطين صحيح هناك فيتو أمريكي لكن في نفس الوقت صحيح أن الذين يناصروا القضية الفلسطينية أزدادوا وصوتوا وإن كان صوتهم نقذ بفيتو لكن صوتوا ووقفوا مع القضية الفلسطينية حتى بعض الدول التي كانت نعتبرها وما زلنا هم من الذين يدعموا أعداءنا بشكل واضح تراجعوا في مواقفهم رأينا تراجعاً في الموقف البريطاني عندما بريطانيا تمتنع عن التصويت رأينا تراجعاً في الموقف الفرنسي وغير 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 كثير فالتضامن العالمي تغير الوعي العالمي بقضية فلسطين قضية فلسطين كادت أن تموت كادت أن تمحى لا أحد يتذكرها لا أحد يتحدث عنها اليوم صارت قضية العالم في كل يوم والخبر الأول في كل الأخبار هذا تغيير جدري هذا الذي حدث في طفان الأقصى غير العالم المظلومين في العالم المظلومين كلهم حتى غير المسلمين بدأت تتحرك آمالهم أن نعم ممكن بحركة مقاومة نحقق شيئاً وبدأوا يفكروا بمثل هذا بعد أن كان الظلم قد ساد وسيطر تغير العالم وبدأ ينظر هذا التغيير الذي حدث أيضاً ليس فقط في هذه الجوانب السياسية والجهادية حتى في التعبيرات الثقافية والفنية رأينا الفنون تغيرت الثقافة تغيرت الإبداع الفني بأشكال المختلفة بدأ يتحدث عن قضايا جادة وعلى رأسها هذه القضية العظيمة قضية فلسطين أيضاً رأينا حجم الجهود الدبلوماسية التي تتحرك لإيجاد حل كان في السابق قبل الطوفان قبل سبعة أكتوبر كان خلاص خلينا نخلي الأمور كما هي بمعنى أن غزة تحت الحصار وضفة توسع في الاستيطان اليوم الكل الكل حتى أمريكا تتحدث خلينا نعطيهم الدولة بس ننتهي من هذه المشكلة طبعاً هم يعرفوا أن استمرار هذا الطوفان وتكراره معناها زوال هذا الكيان وسيزول بإذن الله في حياتنا سنرى هذه الإزالة فبالآن هم بدأوا يبحثوا عن مخرج أيضاً رأينا تغيير جذري بسبب الطوفان رأينا أن الجهود الشعبية كانت آثارها أضعاف جهود الحكومات أضعاف حتى في جمع التبرعات حتى في الدعم أضعاف فهذا فرق رئيسي ومن أعظم ما صنعه هذا الطوفان هو زرع الأمل أمة كادت تفقد الأمل فلسطينيون كاد يفقدوا الأمل أن الظلم خلاص استقر ولا نستطيع أن نفعل شيئاً فيأتي هؤلاء الأبطال يفاجئوننا ويفاجئوا كل العالم بسبعة أكتوبر فيضرب ضربه تهز هذا الكيان النجس وتنزع عنه الهيبة اليوم اليوم هذا الكيان بدأ يستنجد بالعالم عشان ينقذه لولا الدعم الأمريكي بالسلاح ما استطاع حتى على حرب غزة فإذن هذا تغيير جذري الطوفان غير ليس قضية فلسطين بل غير العالم كله اشتركوا في القناة